أهلا وسهلا بكم الهدف الذي جاءت من أجله تقنيات الأجهزة الوهمية هو التمكن من تشغيل أكثر من نظام تشغيل في نفس الوقت على كمبيوتر واحد توصلنا إلى هذا الهدف في الدرس السابق حيث بعد إنشائنا لجهاز وهمي باستعمال برنامج ورتيور بوكس قمنا بتثبيت ويندوز اكس بي عليه والآن يمكننا استعمال ويندوز اكس بي داخل أوبون تو في نفس الوقت إذن الهدف وصلنا إليه انتلاقا من هذا الدرس سنرى كيفية أو سنرى بعض التقنيات التي ستمكننا من استعمال النظام الضيف في هذه الحالة ويندوز اكس بي بفعالية أكثر على توزيع أوبون تو وتطبيق نفسه على أي توزيع أخرى أو أي نظام مضيف آخر إذن لفتح أو لتشغيل جهازنا الوهمي نختاره من هنا من قائمة الأجهزة الوهمية ونضغط على Run ستكون هنا فيبدأ تشغيل الجهاز الوهمي وبه النظام التشغيل الذي قمنا بتثبيته عليه في هذا الدرس نرى كيفية تثبيت الإضافات هذه الإضافات التي تثبت على النظام الضيف وهي مرتبطة به أي أنه مثلا هنا لدي جهازين وهميين لو أردت تثبيت الإضافات يجب أن أثبيت الإضافات على كل منها إذن نرى أولا كيفية أو لما نثبيت الإضافات مثلا الآن أنا أشتغل على ويندوز إكس بي كنظام ضيف مضيف ضيف آفوا يختلط الأمر بعض الأحيان ضيف مضيف إذن ويندوز إكس بي هنا هو ضيف كاست وأوبون تو هو النظام المضيف host إذن النظام ضيف يمكن استعماله كما تعودنا ويندوز إكس بي من يستعمل ويندوز إكس بي لن يجد أي مشكل حتى لو كنا تبثنا ويندوز سيفن فنفس أشياء يمكن تثبيت برامج عليه يمكن التحكم في الإعدادات يمكن الدخول للأنترنت إذن كنظام عادي لكن الآن مشكلة أول يجعلونا نثبيت الإضافات هي الحجم حجم نافذة ويندوز إكس بي هنا لا يتغير حتى لو كنت بتفعيل ملأ الشاشة خير ملأ الشاشة فراح معي أن الحجم ثابت هنا صغير إذن الإضافات التي سنثبيتها ستمكننا من تغيير حجم النظام الضعيف وأيضا ستمكننا من الاستفادة من خدمات أخرى كمشاركة ملفات وتفعيل ما يسمى بسيملوس مود لكن هاتين التقنيتين أو هاتين الخدمتين سأتركوهما لأتحدث عنهما في دروس منفصلة إن شاء الله إذن لتدبيت الإضافات أو نضغط هنا على devices install guest additions تدبيت إضافات الضعيف تدريد النافذة نضغط next كتدبيت أي برنامج في الويندوز لأنه يثبت داخل نظام الضعيف هنا Windows XP next install هنا ستظهر لعلى ما يبدو رسالة تحذيرية أنتظر إلى أن تظهر وها هي أضغط فقط على continue anyway ستظهر مرة أخرى على ما أعتقد بالفعل مع التجربة تصبح هذه الأمور متوقع أنتظر هنا إلى أن ينتهي التثبيت يطلب مني أن أعيد تشغيل Windows XP أختار نعم إذن finish فسيعاد تشغيل النظام أنتظر إلى أن يعاد تشغيله ثم نراحظ الفرق أنه بعد تثبيت الإضافات سيمكننا التحكم في حجم نافذة Windows XP كما نريد وأيضا تفعيل خيار ملء الشاشة لنستعمل Windows XP كأننا نستعمله لوحده وليس داخل توزيع Ubuntu لكن من ناحية المظهر فقط أما من ناحية المبدأ فهو دائما داخل كجهاز هو داخل جهاز وهمي على توزيع Ubuntu إذن هذا هو نظام الآن الآن لا يبدو أن هناك أي تغيير لكن لو قمت لاحظ معي لو قمت بملء الشاشة لاحظ الآن أنه يتغير لو قمت بتكبيرها فقط لحجم صغير على هذا الشكل يأخذ دائما حجم نافذة البرنامج شيء مهم أو خاصية مهمة لمن يريد أعمل شروحات على على Linux على Windows XP يمكنه تصغير الشاشة لتأخذ حجم الفيديو الذي يريد أن يسجل به وأيضا للاستعمال العادي مثلا في ملء الشاشة يمكنه يستفاده من حجم أكبر وأيضا كما قلت يمكن تفعيل خيار ملء الشاشة Switch هنا فيظهر Windows XP كأنه لوحده في نظامنا وهنا تظهر الشريط سفلي يمكننا بضغط على هذه الأيقونة الرجوع لإظهار نوافذ أو قوائم برنامج VirtualBox خيارات أخرى برنامج seamless mode ومشاركة ملفات نتطرق لها في الدرس المقبل إن شاء الله منفصلة على ما أعتقد لنقوم بالحديث بالتفصيل عن كل منها إذن نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة